اشتركوا في القناة اخوتي العزاز راكم عارف القوى ذات الكوان الكيت تظلم وما تنسوا الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام ودعوا الزنا مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء اللي دي ما كان حيوهم من هاد الكوان تحياتي لكم الرجال هذا ما كان العشران نبدأ انا قبل ما انحج كنت خدام مع واحد دجال هاد الشي كان قبل ما يتوب علي يا ربي وينعم عليها بطريق الهداية هاد لابد المدني باللي كيلاغيكم فعمروه 57 سنة فلاش باك اللي غانعود لكم دابا كانت قريبا من اللي كانت تأدي 20 ولا 25 سنة ما عاقلش بالضبط لكن اللي بقي عاقل عليهم زيان هو اننا كنا في احد البليدة اللي دابا كامل هات تبنات وولات عمارات في ذيق الوقت كانوا وقع الاراضي اللي تماكين زراعية مطار فيش كل ناس اكني نحن كانت بحالها بحال الديور ديال البادية بنيها بالطراب والطين ومسقفها بالحجر والقصدير في ذيق الوقت كانوا مالين ضارنا علاقة دلحال اه شمن علاقة دلحال قل من علاقة دلحال الشي اللي غادي يخليني نقلب على خدمة فعش مما كان وكيف مما كانت قدري فتقلب على الخدمة وعلاقيني مع خالد خالد كان كبير مني غير بشي كلت سنين تقريبا بقي كان اقلم زيان الادا كله النهار المشؤون فاش غادين عرفات لخلايق كانت قلس في واحد البلاصة كي قلسو فيها الفلاحة اللي بغي يدي شي فلاح يحصد بيه ولا يهرس بي شي ضار ولا شي اللي يبافع المأك كانت قلسو هز معايا واحد المعصيطة اللي ابغاش يحدير دمشي حاجة كان مشي مه كانت مريح وانا سرحان هذا اللحظة ويجي خالد ويريح حدايا ويقول لي السلام عليكم اخويا قدرنا ريح حداك شفت في واحد شوفه وقتله ريح خود راحتك يا صديقي قال لي شنو سماك الله رضيت عليه وقتله اسمتي بوجما وانت رضي لي وقال لي اسمتي خالد والناس كي يقولوا لي يا الشيخ خالد صراحة ما لي قال لي يا الشيخ خالد تبسمت وقتله يا الشيخ خالد متشرفين هتسألوني ليش ضحكت على الأخوة حيتاش الشيخ مول فانا كنقولوها للناس الكبار في السن هتخونا هذا كيف قلت لكم الله هتكون هدومة بين 25 و 33 سنة ريح حدايا وقينة كان هضره و هضره تجيب هضره قرقبنا الناب بالبيان وتعرفنا على بعضياتنا بالمزيان هضره مني هضره منك الشيخ اللي غادي يخليني نعرف بللي احنا بزوجنا مسقين بمغرفة واحدة واللي هي المغرفة ديال الفقر طروف ديالي أنا و خالد كانوا بحال بحال هاد اللحظة بدك يقول لي قول لي واش انت من هاد الفيلاج قلت له لا اخو يا خالد انا ماشي من هاد الفيلاج انا بعيد انا جاي من واحد الفيلاج اللي بعيد علاهنا بشي 22 كم تقريبا الفيلاج فاش كان موقفة لخود ديال الخدمة كان قريب للمدينة بالساف نقول كان في المدينة نيت الشي اللي غا يخليني نكمل كلامي و نقول له الصراحة اخو يا خالد انا غير كان جيل هنا وبعد مرة ترا كان بات غير نايا نيت تحت الشجر هداش الفيلاج فاسا كان بعيد وكاد جيني قاسحة باش نرجع ليه يوميا هنا غاي قول لي واي لي دخلنا لك بالله يلك تبات في الزنقة قالوا الله اخو يا لك انبات في الزنقة قال لي احشو ما عليك يا صاحب انا راي ادي واحد لبريريك هنا يا وقت ما اخسك فين تبات جي ادي مرحبا بك هنا غاي قول له لا لا اخو يا الله يحفظك بلا من اتقل عليك الله يكبر بك قال لي تاش من غا تتقل علي الله يهديك تمالي انا اعرض عليك القصر انا بريريك علاقة دلحال اللي اقبلت علي مرحبا بك يا الله من هاد الليلة في البلاصة وافقت الخوت ومشيت معه قلت مع راسي كين ما بغى يكون ذاك المكان غايكون حسن من البلاصة اللي كان ناس فيها في الزنقة من اللي مشينا لديك البريريكا صراحة غا نتفاجئ حيتاش كانت ديك البريريكا بشكال من الداخل ينفو ادخلنا غا ديحط واحد تبصيلة بحالي لفيها ما عشنا هو ذاك العجبواش الزبدة ولا الزمن مهم ذاك الشي في ريحة الزمن ولكن هو ماشي الزمن قل لي دير دير معايا يدي كابوج معا دير قطع لي الخبز وقلت بسم الله وبديت كناكل ولكن هنا الخوت ملغان هز راسي ونشوف واحد ديكور اللي غايجمد ليه الدم في لوكور ديالي شبتال الخوت واحد اللي حنش قدو قداش الى ما فيه تكون فيه شي ثلاثة مترو تقريبا صراحة لساني التالتم ما قد ديتش نبوح بشي حاجة بقيت غيكا نشوف هذا اللي حنش بقى غادي مع السقف وينزل ديريكت مع الباب ديال ديك البريريكا اللي ينزل مشال واحد الكوان وبدأ كيوقف بحالي لا تقول قدو الرجلين كيف ما كيوقف بوسكا والكوبرا باللغة العربية الفوصها اللي هده ما حسيتش براسي حتى انتنقزت من بلاستي ومشيت لواحد الكوان في القنت ديال ديك البريريكا وقتلوه واعتقى اخويا خالد عددك راكين واحد لحنش صراحة كنت كان حسابلي باللي خالد غادي ينود غادي يقتل ذك لحنش ولا غادي يضربه ولا غادي يدير شي حاجة ولكن الرياكسي من ديال خالد غادي تصدمني من اللي غادي ينود وغايمشي عددك تعبان وغادي يحطلو الماكلة الماكلة اللي غايش بدها لي من واحد صني ديق واللي كانت عبارة على فيران ميتة ولكن اللي صدمني كتر الخود ماشي هو منظر التعبان ولا منظر الفيران صدمتني الرياكسيون ديال خالد والهدرال اللي كان كي يقول مع التعبان كان كي يتمتم بواحد الكلام غريب ما قدرتش نفهمه بحالي لا تقول كان كي يلاغي داك الحنش كان كي يلاغي هو داك التعبان هاز راسو واقف كي يشوف فيه بحالي لا تقول كان كي يعطي خالد لي زوردر كتبش عليكم الخود داكور ليش فتو خلعني الشي اللي غادي خليني نقول مع راسي لا ياربي الله شنو جابني لهاد الكوان وش هدخونا دا مريض ولا شنو على اللي كيربي حنش ماشي مريض ولكن الشي اللي غادي يزيد رعبني الخود هو من اللي غادي يلاغيني خالده وعاطيني بطهره قال لي ما تخاف ما تدهش ابو جمعه أنا راه ماشي حمقي فيما كتقول فراسك صراحة هنا الخود تصدمت الشي اللي غادي يخليني نقول له بسم الله الرحمن الرحيم وش سمعتيني ولا شنو أنا راه كلتات شابيني وبين راسي أنا غادي يدور عدي ويديروا واحد الحركة لذاك التعبان باش يدخل لذاك الصندوق التعبان هدا الخود اللي عمرني شتشي تعبان بحاله خالد غادي يحل الصندوق قام ضرب على ذاك الصندوق بعيني أنا غادي ينتضم اللي غايب اللي عامر بالحناش كاملهم كي يشبهول هاد لحنش هادا هنا الخود بديت كان نفكر غيكي فاش نخرج نعلق من هاد البراكة هيتاش قلت مع راسي 100% دخونا هدا غايكون شي عيساوي دخو عيساوي اللي كيربي ولحناش هنا خالد من اللي غايدخل ذاك التعبان للصندوق غايصد ذاك الصندوق وغايجي عدي وغايقول لي سمعني نقول لك أخو يا بوجما أنا راه ربي يعطاني واحد لهيبة واللي هي كنقدر نتوقع اياتو هالعبة أنا شريف كيف مما كيقولوا هاد لهيبة اللي يعطاني ربي وردتها من أمي هنا قادي نقول له وش انتا بحالنا ياك انتا مغريبي اتا انتا ردت لي وقال لي لا انا ماشي مغرابي ولكن تزادت هنا في المغريب قلت له كيفاش ردت لي وقال لي انا غنقول لك حكايتي انا الوليدة ديالي كانت سميتها الطاهرة احنا الاصل ديالنا يعني الاصل ديال زدودنا من اليامان الوليدة كانوا جارين عليها وجاتها اربعة من بلاد البلاد حتى وصلت الهناية للمغريب الوليدة ديالي كانت شريفة ربي كان عاطيها بزاف ديال الهيبات ردت له وقلت له كيفاش عدها بزاف ديال الهيبات انا قل لي الوليدة ديالي من الي كانت صغيرة وهي عزيز عليها تكون وحدة ديما كتقلس غيب وحدها وديما كتسد عليها في بيتها حتى من الي كتخرج كتمشي تتخلون وقعدها ديما غير في الصحرة وبعد المرات كتغيب بليومين وبالثلتيام حتى كيقولوا والدها بلي رها تلفات في الصحاري كان في ناس كانوا كيقولوا عليها بلي رها مصاحبة مع الجنون وكان الناس خرا كتقول بلي رها غين فسيتها كديرا وكزيز عليها تتخلون كان الناس خرا كتقول بلي رها هات السيدة ديك تقدر تشوف الجن التعامل معه وبين هادي وديك انا ما عرف التالع بفادشي انا الحاجة الوحيدة اللي عارف هي انني وردت منها قاعدكشي الوالدة ديالي من الي كبرات بدت كتعود لي على المواقف اللي كانوا كيوقعوا معها وكتعود لي حتى على الجن اللي كانت ديما كتقدر ترصده بقي كان عقل تأقت من هاد القضية حتى شقع الناس كيقولوا لي سير رام مكر هامسكو ناسير جدي كان عيام عامسكي كل مرة يديها الفقه كل مرة يجيب لي هاراقي وملي كبراتو تزوجات هالواليد كانو كيقولو له باينا مرتكي لولدات غتولد لي نشي ذري قبيح بحال الشيطان ما غاديش تولد شي ذري طابعي وهاد الشي قال لي كان قول لك اخو يا بوجمع سمعتو من اللسان مول عودتو لي من الي واللي كان عقل يعني من الي بديت كان كبر شوية وبديت كانت عقل وكان عارف شنو كان شنو ما كانش قلت لي الوليدة انهم كانوا بغا يديروا لي هايش هاد من اللي عرفوها باللي راها حاملة وينفوا عرفات هاد الشي هربات ومن تما كتلاوح من بلاد البلاد حتى وصلت لهنا للمغرب وهاد البريريك هاديره هي اللي بناتها مسكينة الناس ممالين هاد المكان كانوا اللي عمر لهم الطار حيتاش نعار شعفو باللي ممي دارت بالراكة هنا ما ترضوها شاي وخلاوها ما قالوش لها اخر جاي من بلادنا ولا شاي لعبادك الراجل المسكين اسمح لها فاد البليسة من ارضو وخلاها تسكن وخا كانوا في الول كي يستغربو الام ديالي حيتاش للهجة ديالها ماشي بحال اللي اجتوم نعار غادي نتزاد غا نتزاد فهاد البريريكا الوليدة غا تسميني خالد سمتني الاشي حد كانت كاتب غيه من اللي كانت صغيره ولكن اللي غا نعرفه منها من بعد هو ان هاد خالد هادا كان غير واحد الروح ما كانش بنادم بحالنا كانت روح من الارواح اللي كانت كاتتواصل معها الوليدة كانت ديما جابده على طرف لسانه كانت قولي باللي كانت ارتاح من اللي كانت ناظر معاه بطبيعة الحالة اخوي ابو جمعه غادي تقولوا راني غير كان نتلقى عليك في الخريف ولكن اقسيم بالله اخوي الهاتشي كامل واللي قدت لك الحقيقي مستعليك حتى احرف صراحة الخوتي من اللي يحلف طيقت قاع هاد الكلام اللي قال لي ولكن في نفس الوقت طرعبت وغادي يزيد يرعبني من اللي غادي يقرالي فكاري عودتان خصوصا من اللي قال لي حاس بك باللي راكت تخلعتي ولما تتخلعه انا راغي بحالي بحالك الوليدة كانوا اعدها الخدم من الجان كانت ديما كانت تعامل معاهم ولكن ما كانتش تقدر تحكم فيهم وخاكك الوليدة عاشت ومات من غير ما تستافد من هاد الهيبة اللي كانت عدها قلت له كيفاش غادي تقدر تستافد من هاد الهيبة قال لي كان عليها تخدم بهاد الهيبة هادي تقول لي تشوف الناس وراك عارف بلا ما نكمل كون خدمات الوليدة فهاد الشي حقرب بتتلقى عدنا ده باقصر ولكن الوليدة تعيي الله يهديها وصعفي والله يرحمها وصعفي هاد الشي اللي هنقول فطلت انها تعيش في هاد البركة وتموت فيها ولكن انا اخوي ابو جمع العكس ديال الوليدة انا عدي طموح واهداف كبيرة انا بغي نستغل هاد الموهيبة وهاد الهيبة اللي اعطاني ربي انا غنقول لك واحد الحاجة ولكن بلا ما تخاف شفتي هاد الحناش هاد ولي شفتي هم فهاد السنيدق راه ماشي حناش هادو راه غامسي فيه وماذا بات حت الامر ديالي يعني اي حاجة قلتالي هم يديروها سكتعرف اخوي ابو جمعه انه الجن ولا كي خاف مني صراحة ملي قللي هاد شي عاد طرعب دبلبيان لكن هنا خالد غايد دير واحد الجيست اللي غادي خلط لي يد خلعه معاه تهشيره معاه الرعب معاه تعجوب خلط لي يقع لي سنطيمون اللي ادي فلوكور ديالي خالد غايد تحنا تحت واحد احد البايس كان كي نعز فوقه ويجبد واحد سلة عاديك سلة عام راه غير بتذهب والفلوس هنا بدك يقول لي خالد مالك تجيب هاد الشيره غا شوية من بزافه صديقي هاد خالد هاد اللي كتشوفه ده با واقف حداك رايلا شفتيه البارح ولا والبارح قامت عرفه قلت له كيفاش قال لي انا راي كاللبس مزياني لاشتيني لابس الكوستيم راي ما تعرفني كمشي غير الفيلات ديال الناس اللي لباس عليهم هاللي بغاني ندير لي التقاف هاللي بغاني ندير لي القوبول كل واحد واشنو كيبغي ندير له ومتعج بشاي حيتاش غالسانة فهد البريريكا راي غير حيت كنشم فيها ريحت الواليدة وبيني وبينك والله ما كان رتح في شي قنت من غيرها انا بابو جمع راي عدي ببرط ما في المدينة غير ما كان مشيش لها خالد غايز ذك سليل اللي فيها ذاك الفلوس وذاك الدب وغاي قول لي اسمع ابو جمع اشتي هات الشي اللي كاتشوف قدر نجيبه كتر منه بالضبل و بالتريبل ولكن هاد الشي اللي عاونتيني بطبيعة الحالة انا راي مني امتا وكا نقلب على شي حد اللي يخدم معاي شي حد اللي كون كونفيونس وبنتي اللي انتب اللي فيك هاد الشي اللي بغيت حتى الخدمارة ما غادي سكونت ذاك شي خدمانية اللي تسع ما فيها تامارة اهوالو غا تبقى غا تمشي معاي من اللي كممشي ذاك الحالات اللي كي عيطولي انا راق اللي بيرتاح ليك وربي اللي يشاهد وغا تتخدم معاي بابو جمعه مرحبا بكرا ما يخصك حتى اخر ما بغيتيش هاي تخدم معاي غاو نبغيتش نقولها لك ولا كي نسمح لي غادي يخصني نقولها لك غاو ادع حياتك حيتاش السر ديالي عدك دابا وانا السر ديالي مخصوشي يخرج على برا حيتاش انا بالنسبة للناس واحد الراجل اللي مبروكو غادي غيب الباركة ضربي ما عارفينيش شنو كان دير ولكن تادا برا عارفتي السر ديالي وفي اي لحظات قدرت تخرج وتكشفوه دكش الاش كتلك يا تخدم معاي ياود داحياتك كدبش اليكم هالخوت ما عارفتش ما عارفتش باش تبليتو ما عارفت ما لمن سبق لمن اخر عش نخدم معا هون اصير ببي ولا الارفطرة غادي يقتلني مئة في المئة غادي يقتلني حيتاش ادخونا هذا بينا فيه ما كيتمازح شاي ولكن في نفس الوقت كنت محتاج للفلوس ومن هاني تلقيت هاس ببادي يلا الى ما خدمتش معا غادي يقتلني الشي اللي غادي يخليني نوافق بلا ما نفكر كدو انا معك اسي خالد انا من يديك هادي لي يديك ديك فالان الاخوت غادي ينبدو الخدمة واول حاجة غا نديروها هي اننا غا نزوق على المطارية اللي غا نحتاجو له من هاد الاشيات واللي من هم هاد السندوق ديال اللي حناش ومن هنغا غا نمشيوا ديريكت البرتما ديال خالد البرتما اللي شاري في المدينة صراح هادك الوقت كان ذاك سكتور فاش ساكن خالد فين شاري ببرتما دياله كان خاوي مفيش بزاف دياله بناده وحتى الناس اللي ساكنين انت ما كانوا غير ناس شعبيين وخاكك كيف ما كتعرفوها الخوت الناس اللي كيكونوا شعبيين اي حاجة وقعت لهم كيعلقوها بالسحر والشعوادة والحسد والعين الى اخره كيف كروش يمشيوا لعد الطبيب ولا يشوفوا داك شي علميا وطماطيك موم لكتوقع لهم شي حاجة كيف كرو ديريكت يمشيوا عد دراقي ولا عد الدجال صراح هاد الناس هادو هما المادة الخام اللي تقدر ترمي عليهم النص بديارك اسكلنا الخوت في هاد المنطق الشي اللي غادي يخليقع الناس يعرفونه ويعرفو الشيخ خالد ويعرفو الشي اللي كايدير وهاد البيبليكا سيوان الخوت كانوا دارو هاليه الجين الجين اللي خدام معه بناد مولادنا خيطة بيطلطارو اكتريتهم من نسا هالي بغا دير تقافل راجلها هالي بغا دير القبول بينها وبين حبيبها وهالي 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 وراكم عارفين صراح هاد خلونا الفلوس بالبيان اخوتي غاي بقى الحال الى ما هو واحد الواحد النار غا توقع واحد الحاجة اللي غريبة في واحد الليلة من الليالي سألينا الخدمات ديانه وقلسنا انا وخالد قلسنا كان نشربو واحد طص دي القهوة للواحد وقلسنا في الدار بعد اللحظة هو يجي واحد تعبان من دوك التعابن لي في الاول كانوا كيخلعوني ولكن دابا وليفتهم غاي جي ديريكت وغا دي تلوه على الرقبة دي الخالد وغا يمشي له ديريكت لعدو ادنو سبحالله العظيم بحالي لا تقوله بغاي يقوله شي حاجة فودنو ما بغانيش نسمعها انا ولكن خالد غا دي نوضو غاي هزدك التعبان وغا دي ستعليه في داك السنى ذاق انا بقيت غي كان شوف ما بغيتش نسوه الخالد شنو وقعه وعلى ش دار داك التعبان هذا الجيس بعد اللحظة دا شين ساعة قريبا بدينك نسمعو الغوات في السيكتور فاش ساكنين الغوات بالجل وبل اخر جنت احنا وبدينك نسوه لول شكولي كي يغوت وشنو واقع قالوا لنا بليراشي وحدا تشعله لها العافية في الدار الناس كلها اللي في السيكتور بدتك تجاره وغا دينجيه دار هاد السيدة واتحنا بدورنا مشينا مع الناس اللي وصلنا لذاك المكان قينا ذاك السيدة مسكينا اللي كتغوته قلسا قبلت دارها وبدتك تقول الله يا ربي الله راداك لحنش هو اللي يحرق لي داري الناس مساكن بدوك يقولولها الله يهديك الحاجة شو من حنش هذا اللي غي يحرق ليك دارك ماله هو دراقون انا مسكينا بدتك تحلف لهم وقتلهم والله القاسمي لدخل عليا واحد لحنش وبدك يصوت العافية من فمه والله تشتب هاد العينين اللي غا ياكلهم الدود عفاكم تيقوني ما تردونيش كيف الحنقة الناس بطبيعة الحال ما كانوش مطيقين هاد الشيلي كتغول هاد السيدة كيفاش حتى ادخل عليا احنش ووما في المدينة كيفاش حتى كي صوت العافية من فمه كيف ما كتغول بينا فيه بحقه حقيقي وبين هادك التعبان اللي دخل عليا بينا بالليرات تعبان من التعاب اللي مربيهم خالد كنا واقفين كان نشوفو في هاد الزكور واحد اللحظة هادية تغضر واحد السيدة وقالت اسمعيني يا الحاجة ما كانش اللي غا ديعتقك ويصوفك في هاد الموضوع من غير الشيخ خالد رأى الشيخ خالد متمكن من ذاك الشي اللي كيدير رأى هل ما كيجمده اللهم مبارك صراحة عاد عرفت البلانة الخوتي الشيخ خالد بدك يدير فيها تقوى والايمان قدام الناس دخل الضاره هي ملعب النار وسبح الله العظيم مدازت حتى زوز قايق مقانيه حتى اطفعها فهمتوا البلانة الخوتي اك هذا بيبداره الشيخ خالد راسه دار اشهار قدام الناس بللي رأى فعلا قادر علاش يحويش يقدروش عليهم الناس العادين يعني كل شي شافوا حتى اطفال عافية بوحده الشي اللي غادي يزيد في الشهرات دياله ولكن الغريب في الامر هو انه دك التعبان نفسه اللي تلوالي على عنقه ومن بعد هزو الشيخ خالد وحطه في دك سني ذيقافين كيخبيهون انا شتو دك الحنشو بلا ما رأى فيه واحد ترباح داعينه من اللي خرج الشيخ خالد من الضار اللي كانت شعلا بالعافية خرجوا معاهم اللي ويلوا على يده ولات الضار مسكيناين فو شافت داك الحنشو بتات كتغوت قبالت الناس وكتقول لهم ها هو داك الحنشو والله اله داوالي دخل عليا وشعل لي العافية في الضار صراحة انا الناس بتات كتتعجبوا وبطبيعة الحال غادي تبغي تقتل داك التعبان ولكن الشيخ خالد قال لهم تا واحد ما يقربوه ماي اهدي خليوه ليه انا اللي غادي نقتلوه بطريقتي وغادي ندفنوه في شي بلاصة ما كيوصلش لها البشري وفعلا الاخوت التعبان كان ما كيقامش صبح الله بحي لا تقول ميت خالد كان كيسيطر عليا احنا شو عليا حراكتهم من بعد هاد الجيسة الخوت الشهرة غايدخل لها الشيخ خالد من وسع بوابه ولا كيجي عدوب نادم من فين وفين غايد شي مستمر حتى غايد واحد النهار مع واحد القزار القزار هذا اللي عدوب بزاف دي المحال دا قزارت ادخونا هذا كان جاءت خالد باش يدير له شي حاجة حيث ادخونا كان ما كيولد شي خالد غايدير له واحد الحجاب لكن الغريب فهذا الشي هو ان هاد خالد هذا عمرو قرأ القرآن اصلا الشي اللي غادي خليني بقديما استغربع لاش الناس كيتيقوه الجهل هو ما يدير اخوتي مشكله هو انه هاد الشي اللي كان كيدير خالد كيصدق حال هاد القزار هذا اللي فعلا مراته غادي تحمل هاد القزار هذا فرح واحد الفرحة مالها متيل ولكن الفرحة دياله ما غاديش تكمل حيث اش ما غاديش تدوز حتاش تلت شهور مراته غاديتوفه وغايددمه لما نامانته مع مرضات ما تشلات ما تعوقات ما شدات فراش نعسات ما صبحاتش القزار غادي يقول بلي هاد الحجاب اللي اعطاه خالد هو السباب الشي اللي غادي يخلي العداوة التربة بين الشيخ خالد والقزار الناس اي او ما يفكوا فيهم ولكن يوالو ولكن الشيخ خالد بدت كتعطي ريحتو الناس في السيكتور مبقاتش كتحمله ولا كل شي بنادم كيقول هاد خونا هاد دجال وسحار وخصو يمشي من عدنا في دربنا وفعلا الخوط غادي نرجع عود تاني للبراكة سبحان من بيتها افشان وصبحها افشان البراكة القناة كتسايننا كيف ما هي غير وهذا المرة غا نردمو ديك البراكة وغادي نبنيو فيها دار بنينا دار غير بالطوبية والحجر الدار اللي كانت كتبين قبلت الناس انها دار ديال واحد الزوج ديال الناس عايشين فيها لا علاقة للحال ولكن اضطر هادي في الداخل ديالها بزاف ديال الكنوز فلوس اللي كانت عند الدخال تحرق ما تتم ولكن بالعاني كان بغيبان فقير قبالت بنادم باش ما يتبعوش بنادم بدك السؤال ديال من اين لك هذا بزاف منكم اخوتي غادي يقولوا لي وشناي خدمت كنتا معا انا خدمتي معا الخوتي كانت كا تقتاصر على البيبليكاسيون كنت كان ذير غير الاشعار كنت فيما بللي بنادم كمشي كان حاول ندخل راسي بيناتهم ونجبدليهم اللغاء لي كينتما واحد السيد مول الباراكة كي يجمد الماء فاعلان بنادم كان ضغيه كي يتيقني ولكن رأى المشكله هو انه حتى خالد قد في مقدرة كان كينطي الشغل مدازت الخوتي حتى سيمانا تقريبا فالبراكة اللي رجعنا ودرنا بلاس طا دار حتى اولا بنادم معاو التاني كي يشد السحام قبل ديك الدوائرة والله اخوتي لكان بنادم كي يجي من الفجرية كي يجي بنادم من ثلاثة الصباح باش يشد النوبة بتينا كان نكشفوه على الناس ومن هاد الناس هادو كانوا شي قصاص اللي بقي عقل عليهم حتى اللابة معظم ديال القصص لا بغيت اخذها من عداد الناس هادو اللي كي يجي وعد الدجالة هتكون غالا الجن والعفاريت والسحر هادي مسكونا هاداك متقف هاداك مديرلو الديار في المقبرة وبزاف ديال القصص بحاله هادو ولكن انا ما زال عقل الى واحد الحكاية ما لها متيل حياتي كاملها ما نسيتش هاد الحكاية هيتش عمرني لقيتش حكاية لا من بعدها ولا قبلها بحالها ما حدي انا عايش هادي الحكاية ديالواحد اخونا كان يلا تزوج هادخونا هادا كان فلاح كان باقي صغير يلا تكون عدو ديك ستا وعشرين سنة هادخونا هادا جاعد خالد قال له اه الشيخ خالد عافك اعتقني راوقت ما كان مبغين نقرب المراتي كتوقع شي حاجة غريبة قال له خالد شنو كيوقع لك بالطبط رضع له ذاك الدرير يمسكين وقال له اه انفوتا مبغين نقرب لها كيش ادني واحد ديشيرير خاطير لعصب كامل ديال الوقور ديالي كيولي ومخشبين كان ولي كانت ترعد ما فهمت شاي الشيخ خالد هذا الشيلي كيوقع لي احتالي وناسي قالوا لي بليرك انتا ماشي عادي انتا راك يا اما مسكون يا اما ادك شي ديار احتى من المرات لبات اطلاق احنا غيقول له خالد انتا راعدك التقافة شي حد تقفك ودارلك السحر الاسود هاد السحر هذا ما غادش يتفك حتى نمشي ونجبدوه من المقابر من البلاصة فاش تدفن وفعلا بالليل غادي يمشي والمقابر هزينا معنا اللامبات وبدينك انهبشوت مماكين كانوا معنا حتى الناس ديال القبيلة حتى هذا عامل خيري يعني غاد ينفكوا واحد من ذاك التقاف اللي مدير لي المقابر بالليل ما نكدبش عليكم على الخوت كانوا كيرعبوه خالد بدا تساد عينيه وكيدير بحالي لا كيستشعر واحد اللحظة مشال واحد الكوان هو يقول نا هنا فين كين السحر وفي اعلان بدينا كان نحفروه ثم في ذاك البلاصة كان نحفروه الناس كان تقول الله أكبر وفي اعلان غالقوا واحد الكموسة غريبة اللي فتحناها لقينا فيها الشعر وفيها واحد الكتانة بيضة ذاك الكتانة بيضة كانت مسدود عليها بالقفل بقي كان عقل على ذاك الكتانة كانت فيها بحالي لا تقول الدم هادا كلها معارس الصداقة أحمره ويمشي بقاعي حمرين شداد الشيخ خالد بدك يشوف فيه وهد اللحظة غاينطق قدام البيبليك قدام الناس كاملين قال لدك هنا اللي اللي في هادشي قال له عرفت يا فلان شكل يدار لك هادشي قال له لا قال له خالد قال له واش تبغيت عرفه ولا بلاسة بدأوا الناس كل شي تقول له له اه بغينا نعرفه اه شيخنا الله يرحم الواليدين بغينا نعرفه باش رده مع البال انا انتق خالد وغا يقول لهم اللي دار لك هاد دياره فلان هو الحلاق عد منك هاد حسن فعلا هاد السيد هذا المشكلة اللي كانت تعدهم عمراته غادي تفك ولكن الحلاق غادي يخوي القبيلة غادي يخويها من بعد ما وصلوا له الخبار باللي راه فلان غادي يجد تك غادي ينحرك العائلة ديال هادك السيد اللي تفك له ذاك الدير اللي كان مدير له غادي يفرحوا بزاف وغادي يصفتوا لنا انا وخالد واحد الخروف مدبوحه ومشوي ومقاد الشهرات ديال خالد غادي تفرقه اكيد غا تسولوني غا تقولوا لي شنو اول موقف ديالك وكيف كنتي عايش انتو كدب شعاليكو مالخوت كنت عايش احسن عايشة كنت مخمخ في الفلوس الفلوس هادو اللي غادي يعميوني وغا يعميو البصيرات ديالي ومشي عما وني انا اللي كنت كنت اتعامه كنت كنقول بليرا خالد غي كينصب على الناس يعني كنت كالسقات الشي اللي كيدير غير النصب طان الصبت باعداره عدها حل وخدتا اياما مزيانا شاي كنت شباغين فيقون عيق اللي راني خدام مع اسحار والدجال كنت كان خاف حتان لاغي راسك عفت ديك الهضراء ديالت هضر بينك و بين راسك كنت كان خاف نديرها حيتاش غير ندير شي حاجة ولا نشاور راسي ولا نهضر معه راسك غادي يعرف هو خالد كنك يعرف قاعدك شي اللي كنت كان فكر فيه واحد مرة غي يدير لي واحد الجيست غريب شدك سني ديق اللي في ايدوك التعابن وبدك يتمتم بشي كلام غريب غريب غي كوصف وصافي حيتاش انا مبقاش عدي هذا الكلام غريب و اللي فتعلي واحد اللحظة دوك اللي حناش غادي يخرجوا كاملهم من داك السني داك من اللي يخرجوا بدهو كيدورو بيه انا كنت غير قلس وكنشوف هاد الجيست هذا واحد اللحظة بدك يقول عود تاني شي كلام ان هدوك اللي حناش غادي يحني وروسهم وغيمشي وديريكس يدخلوا لدك السندوق ديالهم المرة الثالثة غادي يعود يقول شي كلام ولكن هاد المرة ماشي لحناش اللي يخرجوا هاد المرة احنا شخرين اللي يجاو ودخلوا عندنا الدار من هنجاو اللهم انت على هو اللي يعانم هاللي داخل من الباب ديال الدار هاللي داخل من الشريجم هاللي داخل من شي تقبق هاللي نازل علينا من ثقف بحالي لا تقول قاعد حناش اللي كينين هنا يفاد دوار جاو هالكبير هالصغير هالرقيق هالغليض هالمتوسط قاعد حجام من اللي يجمعهم عليه خالد بدك يتمت معه وثاني معهم بشي كلام واحد اللحظة هو يخليه وارجعوه من ينجاو خرجوه كامل هون بحالي لا قلتي تصبل مش هنا غايلاغيني خالد وقال لي انا عارف فاش كتفكر ابو جماع ولكن خاص الناس كامل هات عارف باللي انا كان اعرف اي حاجة انا قادر متحكم في اياتو غالعبك حتى من الحيوانات ارطيت علوه وقلت له اه فهمتش الشيخ خالد كيفاش غاديت تحكم في الحيوانات انا غايربط علي وقال لي غدا غاتعرف كل شي غايدر نفس اللعبة اللي دار مع ديك السيدة اللي حرق لي هاد ضار في دك سيكتور فاش كنا عايشي سيكتور لي في البرطمة ديال خالد هاد الحناش هادو غاي سيفطهم الضار ديال واحد الراجل غيدخلوا عليهم سكين ما عارف باش تتبله الزولاده ومراته وخرج كي يجري وجعدنا ديريكت عفاكم لما اعتقوني رادخلوا علي بزاف ديال الحناش فاعلان خالد هاد الشي اللي كان بغى الناس ديال القبيلة كاملهم بتجمعوا ووقع نفس البلان اللي وقع ديجة مع ديك السيدة دخل خالد وجمع قاعدوا كل حناش وخرجهم في احد الخنشة وهدش يبتم الناس ديال الدوار خالد الشهرات ديال وصع فيه شعنقول لكم دار واحد لباوز مال ومتيل ولو كيجي وعدناش خصيات نيت اللي وازنها في البلاد ويستمر للحال حتى الواحد الليلة هاد الليلة هادي اللي عمرها غاد تنسالي خالدك ندير واحد البلاسة كيدخل لي اغير هو واحد شعنقول لكم بحالشي لاكاف تحت هاد الدار هادي اللي يباني واحد النار قال لي اسمع ابو جمع انتا خدمتي معايا ابنيتك تكشي لاش غاد يخسني نوريك واحد البلاد اجي دخل معايا اجي حيد واحد السرير ويحل واحد طابة ديال الخشب الطابة هادي في هاد دروش كي نزلوا لتحت صراحة هادي اول مرة غادي نشوف هاد دروش نزلناها نويا هاد اللحظة هي تبالي واحد الكسده منش شكل ديال ها كتبالي الكسده ديال المره بحالي لا مغطيها بشي كاشا انا بقيت غير كان شوف خالد غايمشي ديريكت لديك الكسده وغاي حيد ديك الكاشا انا قتبالي ديك الكسده فعلا ديال المره ولكن مكفنه انا ما عرفش بقاش تباليت قلت له اش هاد الشيخ هاد ديال من هاد الجتة قال لي بوجمعها ديال جتة ديال المره الملوك ديال هاد المكان قالوا لي ضروري ما دفنها انا بكش علاش نزلتها لهاد الكوان وراك اما كتشوف هما اللي حافظوا لي هاد الجتة دياله ما خلوها لا تخنز لهاد دود صراحة ما عرفت ما نقول له اكمل كلامه وقال لي هاد الشيخ لاش رجعت هنا لهاد البلاصة وستكنت فيها وستقريت فيها وراه بفضل هاد الجتة ديال الممي باش انا عدي ديال القوة اللي كان قدر نسيطر بها على الجان انا بقيت غي ساكت ولكن خالد قرى فكاري كي في العادة وردع لي قال لي اسمع ابو جمع هاد السنين كامل اللي ختمتي معايا في هارك بينتي لي باللي اللي عمرها عضار يعني ديال العشرة وحتى ذا بغى نقول ليك إلا بغيتي تبقى خدام معايا مرحبا ولكن إلا ما بغيتي شيء هاد المرة ما غاديش نددك بحال المرة اللولة هاد المرة إلا ما بغيتيش غي سير في حالك حيث اشاناتي قبل لي عمرك هاد يتقدر تكشف سري والصراحة الخود هاد الكلام ديال خالد بحالي لحرر بيه رقبتي كانت هدي الفرصة الوحيدة باش نخلي هاد الزعت هاد وما بقى شيء يخدام فيه وبالفعل هاد الخود داك الشي اللي غاندير غادي نقول الخالد صافيا الله يرحم الوالي ديالرا والله ما غاديمج بدسرك خليني نمشي في حالتي الله يجازك بالخير أعطاني بزاف ديال الفلوس وخانا كنت جمع حصيصة ما بيهاش هاد الفلوس كانو عدت خالد كيفش شطا ما كدبش عليكم هالخوت ما بغيتش نعود نبدأ حياتي بفلوس الحرام داك الشي اللي شغل رجع للدوار ونعود نبدأ أزهره رجعت فلاح وكان خدم بالدرعاه صراحة جاتني صعيبة فلول حيتاش كنت ولفت فلوس باردي فلوس ما كتعرق فيه هم موالو ولكن الحلال الخوت قسما برب الكعبق يما كينما هسن منه اللهو ما ربعد ريال الحلال ولا مليار الحرام دست 15 عام الخوت باش تفرقت مع أخاه الحمد لله كونت راسي وعايش بما عديش وما أخصنيش سلاطي ليل ونهار كنت طلب فيها ربي يغفر لي على الشي اللي كنت كندير وعوني فهذا الشي الفقه ديال الجامع ديال الطوار الله يجازيه بالخير وراني الدين وراني طريقه بحقه حقيقي هذا الشيخ هذا أو الآدل فقه صراحة عيت ما نسكت ولكن حسيت باللي خسني نقول له كل شي اللي كاين الشي اللي غاد يخليني نعود له قاعدك الشي اللي كنت كندير معا خالد أنا را ما كنت كندير والو من غير كيف قلت لكم بيبليكاسيون صافي عودت له من النهار تطرفت عليه حتى لاد الوقيتها دي فاش مريح مع الفقه أنا غاي قول لي اسميها ولدي بوج ما نقول لك كان الناس فضلهم ربيع للعباد وعطاهم شي حويج اللي خصوم يستغلهم في الخير ولكن هاد الحويج هادو يلمشوا حتى استغلهم في الشر فراهم اللي خاصرهم ونقول لك واحد الحاجة فراسك بعداش وقع لها دخونا هادا اللي اسمي تخال ديالك صراحة أنا ما كان فراسي ما يتعود هيتاش كنت داخل سوق راسي وما بغيتش ما زال نسمع شي خبير عليه قلت له الليه ما فراسي شاي الفقه هش نوقع اليه حين اغيص ضمني من اللي غاي قول لي الجواب قل لي باللي راه لقاو الجتا ديالو محروقة فلا كاف ديال ديك الطار فاش كان ساكن والجتا ديالو ما لقاوها شي غير بوحدة لقاوها يو واحد الجتا ديال واحد المره واكيد ان ديك المره هي امو صراحة الخوتة الله القاسمي لك نحمد الله ونشكره حيث ربي بغاني وخرجني من تم باقى الضرار خالد شكل يقتله وكيفاش تقتله وكيفاش تتحرق اللهم تعالى هو اللي يعاني ولكن الله يمهل ولا يعمل ديك الطريق عمرها كتسالي بمولاها فضل دي ما كتديك فضلام وكترمي بيك فجاه النام كيف ما كيقولوا اللي بغاها قاع كيخليها قاع الله يدينها فضل تران الخوت ديال هذه القصة كانتها دية تيرمينيس دياله هذه القصة رها واقعة بالصح وما تعجبوشها يا الخوت على هذا الشي اللي اسميته حيث اشماها خافية كان اعظم النهاية دخل دراه منها عادات عمرت ساحر كيموت متعادية دي ما كتكون النهاية دياله مشوها كيت تعتب فوق الارض قبل ما يمشي للاخرة الله يعافينا ويعافيكم الخوت طال موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة